غرف القباطنة لا ترى البحر هي غرف وطئة تطل دوما على يابسة ممتدة في مدينة داخلية مزدحمة أو على مشارق صحراء لا تنتظر إلى زحف غزاة بريين حيث لا شمس تغرق في البحر ولا حبيبة يسحبها الموت لا نوافذ مندى تتحول عبرها الحياة إلى حلم يقضى أسرة واقعة تذكارات بانتداد الجدران رسوم بالحبر لمراكب ورقية في هوامش الكتب وفي صفحات الألبومات صور فوتوغرافية تخص دائما أشخاص آخرين يعرف القباطنة جيدا لمعة الفلاش يعرفون صدمة الضوء التي تنسحب بعدها الوجود إلى مربعات الورق المقوة يعرفون عمق النفس الأخير الذي يدخر كل هواء العالم قبل أن يستسلم للماء لا يملك القباطنة إلا حيوات قليلة عاشوها بالفعل وحفنة حيوات محتملة هي أعمارهم الحقيقية يتعرفون بالكاد على ذكرياتهم ويعبرون جثث الشحاذين على أرصفة تؤمن أقدامهم من دوار البر لذا لا تزعجهم رائحة الموت إلا بقدر ما تذكرهم بأن ثمة روائح أخرى ما زالت الحياة تدخرها له القباطنة يكرهون العواصم يتوهون في المطارات تؤرقهم الشمس التي تعري البنايات وتحول الأشخاص إلى أشباح معلنة العدو الوحيد للقبطان ليس القراصنة تلك هي خدعة التاريخ التي أكدتها كذيب جدات ملولات لإجبار أحفاد مشاكسين على نوم سريع العدو الوحيد لأي قبطان هو قبطان مثله حيث يعرف كل قبطان أنه لا يقابل زميلا إلا ليتوجه إلى المقبرة ذاتها عبر طريقين مختلفين ليس للقبطان أبدا لحية لونها دخان غليون القبطان رجل حليق لا يدخن ولا يعنيه أن يدافع عن هذا أمام جدات مأفونات يخرفن لينام أطفال حرونون لكن للقباطنة حدقات زجاجية ترى نصف العالم وترجع النصف الآخرى للموت تعرف كل الألوان عدى الأزرق يدخلون الحانات كثيرا يقرؤون القصص المصورة ويتهامسون مع أول امرأة تكتسم لهم ولكنهم في النهاية يتركون لغرفهم كل هذا ويغادرون عراتا لدى أول تلوحة وداع شرط أن تتحقق ميتتهم بأي طريقة أخرى سواء الغرب موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة